أسعد الله وأوقاتكم أحبائي بكل خير معكم المعلمة ورود العبدالله من المدارس الأردنية الدولية اليوم إن شاء الله سوف نقوم بحل آخر تدريب موجود معنا في الكتاب وهو تدريب يتحدث عن الألف اللينة في الأفعال الثلاثية قبل البدء بحل التدريب لابد لنا أن نتذكر المقصود بالألف اللينة وكيف تكتب الألف اللينة سبق وتم شرح هذه القاعدة للطلاب لكن الآن سأقوم بمراجعة بسيطة لها بداية الألف اللينة في الأفعال الثلاثية ما هي الألف اللينة؟ ما المقصود بالألف اللينة؟ الألف اللينة أعزاء الطلاب هي عبارة عن ألف ساكنة ما قبلها مفتوح أي أن الحرف الذي يأتي قبل هذه الألف الساكنة يأتي دائما مفتوحا إذن الألف اللينة هي عبارة عن ألف ساكنة ما قبلها مفتوح مثل كلمة عصا انظروا إلى كلمة عصا هذه الألف تسمى لينة ألف لينة لماذا؟ لأنها جاءت ساكنة عصا لم يظهر عليها أي حركة عصا ألف ساكنة ولاحظوا حرف الصاد جاء مفتوحا إذن بما أنها كانت ساكنة ما قبلها مفتوح إذن تعتبر ألف لينة كذلك رمى رمى انظروا لم تظهر أي حركة على الألف بل كانت ساكنة وما قبلها مفتوح إذن هذه الألف أيضا تسمى ألف لينة إذن الألف لينة قد تكون إما ألف قائمة وإما قد تكون ألف مقصورة الآن نريد أن نتذكر كيف تكتب الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية بداية ما المقصود بالأفعال الثلاثية أجزاء الطلاب الأفعال الثلاثية هي الأفعال التي تتكون من ثلاثة أحرف كأن أقول رمى رمى الميم الألف ثلاثة أحرف دعى الدال العين الألف ثلاثة أحرف إذن الأفعال الثلاثية هي الأفعال التي عفوا تتكون من ثلاثة أحرف الآن الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية تكتب إما ألف قائمة بهذا الشكل متى تكتب الألف اللينة في آخر الأفعال الثلاثية قائمة إذا كان أصلها واو أي إذا كان أصل هذه الألف واو كيف نتأكد من أن أصلها واو لدينا ثلاثة طرق لدينا في الوضع الطبيعي في اللغة العربية لكي نتأكد من أصل الألف اللينة إذا كانت واو أو يا لدينا ثلاثة طرق الطريقة الأولى وهي أن نأخذ مضارع الفعل الماضي مثلا الفعل الماضي نما انظر هي ألف ساكنة نما ألف ساكنة ما قبلها مفتوح إذن هذه ألف لينة نسأل ما هو مضارع نما ينمو لاحظ أن أصل هذه الألف كان واو لأن مضارعها انتهى بواو إذن تكتب الألف اللينة قائمة في أول حالة إذا كان المضارع ينتهي بواو سأضيف لكم معلومات جديدة أعزاء الطلاب أن أيضا تكون الألف القائمة أصلها واو نتأكد من خلال المصدر ما هو مصدر ينمو نمو طبعا المصدر ستأخذونه ستأخذونه إن شاء الله في صفوف لاحقة نمو نلاحظ أن المصدر أيضا انتهى بواو إذن الألف اللينة تكون قائمة أيضا إذا قمنا بإضافة تاء الفاعل تاء الفاعل كأن أقول نموت أنا الذي نموت نموت إذن نتعرف على الألف اللينة تكتب الألف اللينة قائمة في إذا كان أصلها واو كيف نتأكد أن أصلها واو؟ إذا كان المضارع طبعا المطلوب من الطلاب فقط أن يأخذ المضارع المصدر وتاء الفاعل إنما هي معلومات إضافية ليست مطلوبة من الطلاب في الوقت الحالي إذن إذا كان المضارع ينتهي بواو تكتب الألف اللينة قائمة كذلك دعا نأخذ الفعل دعا لاحظ أنها ألف ساكنة ما قبلها مفتوح لنأخذ أول طريقة لنتأكد أن أصل هذه الألف عبارة عن واو مضارع الفعل دعا يدعو يدعو إذن بما أن مضارعها انتهى بواو إذن هذه الألف ستكون قائمة مصدر دعا دعوة دعوة نلاحظ أن أصلها أيضا هنا ثبت أن أصلها واو بإضافة تاء الفاعل نقول دعوت دعوت أنا التي دعوت أيضا هنا أصلها واو إذن نستنتج أن الألف القائمة تكتب في نهاية الأفعال الثلاثية قائمة إذا كان المضارع ينتهي بواو إذا كان المضارع ينتهي بواو كما قلت أعزائي المصدر وتاء الفاعل إنما هي معلومات إضافية للطالب الآن متى تكتب الألف مقصورة؟ متى تكتب الألف اللينة مقصورة؟ إذا كان أصلها ياء إذا كان هذا الأصل ياء بنفس طرق القائمة نتابع بالألف المقصورة مثلا نأخذ الفعل رمى لاحظوا أعزائي لاحظوا أعزائي الطلاب إنه رمى الألف كانت ساكنة ما قبلها مفتوح إذن هي ألف لينة الآن أريد أن أتأكد من أصل هذه الألف ما هو أصلها؟ هل هو واو أو ياء؟ نأخذ المضارع مضارع رمى يرمي مضارع رمى يرمي لاحظوا أنها انتهت بياء بمجرد أنها انتهت بياء إذن هذه الألف تكون مقصورة طب ما مصدر رمى؟ رميا أو رميا لاحظوا ثبوت الياء بإضافة التاء الفاعل أقول رميت رميت أيضا ثبت أن أصلها ياء إذن الألف اللينة تكتب مقصورة إذا كان المضارع ينتهي بياء نأخذ الفعل بنا أيضا الألف ساكنة وقبلها مفتوح إذن هذه الألف لينة الآن ما أصل هذه الألف؟ هل هو واو أو ياء؟ نقول ما مضارعها؟ يبني يبني انتهت بياء إذن أصل هذه الألف كانت ياء ما مصدر بنا؟ بنيانا بنيانا ثبت هنا الياء وبإضافة التاء الفاعل أقول بنيت بنيت إذن ملخص القاعدة عزاء الطلاب أن الألف اللينة هي ألف ساكنة ما قبلها مفتوح إذن ألف ساكنة ما قبلها مفتوح هي ألف لينة تنتهي الأفعال الثلاثية بألف قائمة تكتب ألف قائمة إذا كان المضارع ينتهي بواو مثل صفا يصفو المضارع هنا انتهى بواو إذن الألف قائمة سما يسمو المضارع انتهى بواو إذن الألف قائمة رجاء يرجو تنتهي الأفعال الثلاثية بألف على شكل ياء غير منقوطة أي ياء أو عفوا ألف مقصورة إذا كان المضارع ينتهي بياء مثل سقاء يسقي المضارع هنا انتهى بياء إذن شكل الألف ستكون مقصورة هدا يهدي المضارع انتهى بياء إذن الألف مقصورة رما يرمي يرمي انتهى بياء إذن شكل الألف اللينة ستكون مقصورة هذا هو ملخص القاعدة طبعا سبق وتم حل هذه الورقة مع الطلاب أثناء الدوام المدرسي فقط أطلب من الطلاب كتابة هذه الإضافة إنه الألف اللينة هي ألف ساكنة ما قبلها مفتوح سأقوم هنا بمتابعة حل السؤال الخاص بالقاعدة املأ الفراغة على نمط المثال المناسب لاحظ عزيز الطالب إنه هون المضارع انتهى بياء إذن كتبت ألف مقصورة المضارع هنا انتهى بواو إذن تكتب ألف قائمة وطبعا أنا هنا كتبت الملاحظة ومطلوب من الطلاب أن يقوموا بكتابتها أن الألف اللينة هي ألف ساكنة ما قبلها مفتوح تكتب على شكل قائمة إذا كان المضارع ينتهي بواو وتكتب على شكل مقصورة إذا كان المضارع ينتهي بياء وهناك معادلة مضارع زائد واو تساوي ألف قائمة مضارع زائد ياء تساوي ألف مقصورة الآن لنأخذ عداء عداء ما مضارع عداء يعدو بما أنه هنا أنا رأيت أنها ألف قائمة إذن أتذكر أن المضارعها ينتهي بواو عدا يعدو هدا انتهت بألف مقصورة ما مضارع هدا يهدي إذن انتهت بيا رما انتهت بمقصورة ما مضارع رما يرمي وليس يرمو مثلا بدا ما مضارع بدا يبدو انتهت بواو الآن في هذا السؤال الثاني سأتركه واجب للطلاب لكي يقيموا أنفسهم في قاعدة الألف اللينة لدينا الأمثلة ألف با جيم دالها هذه واجب على الطلاب وطابط أوقاتكم وأترككم بحفظ الله ورعايته